سهل الصفقة عملتها ما كنتش بتخيل انها تخلص اسرع او اسرع اتنين مجدي طلبة وفلافي يا كابتن مجدي طلبة كان خلاص بيلعب مالوش نادي يعني بيلعب مع كابتن الجهري بس ما عندوش نادي في مصر وكان عقده خلص في باوك في اليونان او بيلعب في بلغاريا ولسه ما جدتش او جد كان عنده مشكلة ان مالوش نادي في مصر وعايج يرجع مصر يعني هو كان خلاص ايو 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 فكابتن جوري قاله لأ هتيجي تعودلي في مصر ومالك شنادي مش هتبقى في المنتاخ طبعا فكان حيرجع عز مالك بس هو عايج يجي لأهلي اه فعرفت الكلام ده فكلمت لكابتن صالح فقال لي شوف هولمن وثابت مش قالك هاتو كده خلاص لقالك اسأل للجهاز طبعا فكلمت لكابتن سابت قال لي هشوف هولمن قلت له بيقولك هشوف هولمن بس الولد انما خلصت النهاردة او بكرة هنلاقيه في الزمالي اه فقال له خلي هولمن يكلمي قبل ما يكلمه راح سابت مكلمني قال لي انا لسه بقول له هولمن قال لي انت جاي تحكيلي على لعيب منتخب مصر عايزه ولا لا عايزه على طول اه فقلت له خلاص قلت له خلاص قلت له حنسافر بكرة كابتن قال لي ما فياش قاعدة قلت له حنسافر بكرة ما فياش وقت فقال لي قلت له خلاص انا حكت بالعقود وحكت بكل حاجة وحيبقوا معايا ومختومين وكل حاجة عارف نجيب لي السيغنة كابتن مجدي حيمدي على العقود والرئيس النادي حيحط البتاع وقلت ديني بقى ايه شيك بعد اذن حضرتك ولا اقولك اديني فلوس كاش مخاطرة رهيبة تزغل العين مخاطرة رهيبة ومجدي كان قال لي ان اتفقت معاهم اه على اه خمسين الف دولار على اساس انه يرجع زمالك يعني اه وطلدهم لي عشرات كابتن بس يطلعوا لي كده فسافرت مش انا الطيارة رحنا مطار ستة وصدنا الساعة تسعة بلغاريا والعشرة حطينا الشنط في اللوبي كده طلعناش القوة لانا عربية مستانية طلعنا على رئيس النادي طلع انه كان صاحبه الرئيس ده رئيس نادي الشرطة في بلغاريا وكان بلعب معاب باوك هو حارس مرمى راجل طويل كده فقعدت اتكلم معاه انا بقى اخدت معلومات قلت له حكيلي على الراجل لا شوية وانا قاعد معاه قلت له ايه بطلت ولا لسه بتلعب بوه قلت انتبعيني قلت له يعني انا اعرف انا الكرب الغريه يعني من ايام سواتشكو تستهويني يعني عارف كل حاجة المهم عملت معا علاقة في نص ساعة واعدين قلت له عايزين مجدي قال لي اوكي ما احنا متفين على كل حاجة رحت متفاتع الشنطة عشرة طلعت اربعين ما طلعتش خمسين عشرين تلاتين اربعين رحت عا تتهم له كده دولار اه وروحت مطلع على الورق بص على الباج ناشونالكلاب مجدي منوت زمالك قاعد كل وادي فاكر ان الزمالك كل بخالف قال له لا ما هما دول اللي كانوا مهتمين واكسر جدية وانا عايز اجياني قال له واسه يا مجدي احنا متفين على خمسين ده انا كنت عايز مية يا مجدي وانت قلتلي خمسين كفاية عشان اقدر اتنقل اه فانا بصيت له قلتلي طيب نزلت من المية لخمسين واحنا سافرنا وجنالك لحد هنا هارجع عشان نقص عشر تلات دولار راح باحل كده وراح ماضي دي من الحاجات السهلة بقى قلتلي انا عارف ان عندك نفوز من ضمن الحاجات اهو كان مفاهمك نادي الشرطة هناك طبعا انا عايز الشهادة الدولية تدهيني دلوقتي ارجع بيها مصر عشان عنده ماتش بعد مكرا عايزو يلعبه اه انا كنت حاجز بقى chalk بعضية بيومية كنت هسافر في ساعتها طالما ان انا خلاص خلاصته تلك عادي خلاصنا و الووصلات ويمدي قيمطا قال لي روحوا جايبوا عشاناتكم واستنوني هنا تحت المكتب روحت جبت الشنة رجعت لقيته وحاطت البتاعة بتاعة الشرطة دي ليييييييييييي؟ وبعكس اتجاه الشارع وبعكس اتجاه الشارع حاجة troubles وعلى المطار وقال لي الطيارة اصلي فاضل عليها نص ساعة جينا نخش قال سوري هوش قال لنا الشونط بيجري قال لأ مش هينفع لازم تشتروا دي معادكم وترجعوا بعد بكرة ودي عليها تخفيض مش هتقدروا تطلقوا قلتلوا لو حجزنا تسكرتين جداد قال لي حيكلفوك كذا لقيتني حوفر ثلاث ثلاث جنيه قلتلوا قطع تسكرتين جداد ورجعنا بكلم ثابت البطل بقى انت عايز سعرف دي فبقول له كابتن ثابت قال لي ها سبع ولا ضبع قلتلوا لا بإذن الله كله تمام قال لي الحمد لله الحمد برافو عليك قلتلوا تحب يلعب معاكم برافو علي يا عم ارجع بس وخلاص معارف انها حارجع بعدية بيومين اه طبعا قلتلوا يا كابتن انا معايا مجد واحنا في مصر قال لي يا عد انت مسافر الفجر ترجعت المغرب معاك اللعيب ازاي قلتلوا مخلاصين كل حاجة وليه بماتش المحلة ليه بماتش المحلة